السلام عليكم و سهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة هشرح طريقت تحميل dashboard كوريه على اجهزة الاندرويد اخر اصدار و اخر تحديث مود الفرعوم قبل ما نبدأ الفيديو هنصله على سيدنا محمد اللي هم صلى و سلم و بارك على سيدنا محمد دلوقتي Cons 같过去 noticing myoay AI يجب uld provider اهم خطوة تعملها الى رسم landscape ちょ USC اي موبايل عندك في البيت ? اي او او range اجيبج اعلى و كما كان على قناة احمد جراند فايف اللي هي القناة تاعت ايديات اللي انت بتشوف من عليها الفيديو دوت. بعد ما هتدخل كده على القناة هتختار من هنا الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي دوت اللي هو تحميل او تحديث بابجي الكورية على اجهزة الاندرويد. هتشاهد الفيديو دوت من الموبايل ده. والموبايل اللي انت هتنزل عليه بابجي الكورية مش هتتفرج عليه على الفيديو. يعني ما تنفعش ان انت تدخل كده على اليوتيوب من هنا. وتحمل لعبة بابجي الكورية على نفس غير كده مش هتنفع معاك الطريقة ديت لو انت جيت مثلا اتفرقت من هنا على الموبايل دوت وشاهدته حبيت اللي انت تنفز الخطوات هتطلع من اليوتيوب وتدخل على متجر جوجل بليه علشان تحمل اللعبة وتنفز الخطوات مش هتتنفز معاك بطريقة سليمة 100% وهتيجي تسجل الدخول هيعمل معاك مشكلة ومش هيرضى ان هو يسجل الدخول على لعبة بابج الكورية نروح بقى على الشرح ازاي تقدر لينت تحمل بابج الكورية على جهازك الاندريب تاني حاجة هتعملها دلوقتي هتحمل برنامج باندا VPN برنامج باندا VPN دوت برنامج مجاني هتقدر من خلاله اللي انت تدخل على ال VPN بتاع كوريا او اليابان هيفتح معاك التطبيق بالشكل دوت كده هتدوس عند الاتصال الزكي دوت هيبدأ يفتح معاك كل السرفرات اهوت زي ما انتوا شايفين كده هنا عندك ال VIP وهنا عندك المجاني احنا لو جينا هنا هوت في المجاني مش هتلاقي هنا هوت كوريا ولا مثلا اليابان موجودين هنا هندخل تاني كدوات على ال VIP وهنختار من هنا اليابان هتظهر معاك كدوات زي ما انتوا شايفين كده السرفرات كلها اليابانية هنختار مثلا اي سرفر من هنا تختاره كدوات هتدوس عليه هنا بيقولك دوت بيبقى بشكل مدفوع او تشاهد اعلان هنشاهد اعلان ونرجع لكم تاني بعد ما اعمل اتصال كده بسرفر اليابان وتتأكد ان ال VIP عندك شغال هتتأكد ان موجود علامة المفتاح اللي فوق ديت زي ما انتوا شايفين هنا فوق ايه موجودة يبقى كده ال VPN شغال عندك على الاندرويد هتطلع كده خالص من برنامج ال VPN وهترجع كده عند المتجر هتدوس دوسة طويلة كده وات على المتجر وهتجيب علامة الاي دي شايفينها اللي زهرها فوق ديت هتدوس عليها دوسة هيحولك كده على عددات المتجر من جوه الهاتف هتختار مكان التخزين كده وتعمل مسح البيانات تعمل حسف الجميع البيانات اللي موجودة على المتجر جوجل بليه وبعد كده هترجع تاني وتفتح متجر جوجل بليه بعد ما يفتح معاك المتجر كده هتلاقي صورة فوق نوات او حرف زي ما انتو شايفين فوق على الشمال فوق ايت هتدوس عليها دوسة كده هتظهر لك القيمة ديت هتدوس على ساهم تحت الزغير دوت هتظهر لك كل الحسابات او الايميلات اللي موجودة عندك على جهازك الاندرويد دوت هنختار اضافة حساب اخر هيبدأ كده ان هو يفتح معاك صفحة جوجل اللي هي هتسجل بيها الدخول او هتنشئ بيها حساب جوجل جديد زي ما انتو شايفين الصفحة فتحت معنا ايت هتدوس على انشاء حساب بعد كده هتدوس على النفسي هيبدأ ان هو تجيب لك ادخل الاسم هتدخل هنا الاسم الاول اي اسم انت حابب تدخله هندخل مسلا احمد ان هوت وهنا هندخل جراند بعدين هندوس على التالي بعد ما هندوس على التالي هنوات هيجيب لك معلومات تاريخ الميلاد هتدخل هنا تاريخ الميلاد بتاعك بعد كده هندوس على التالي بعد ما هندوس على التالي هنا بيجيب لك اقتراحات بايميلات موجودة هي جوجل هو اللي بيقارده عليك هتختار اي حاجة منهم هنختار مسلا اللي تحت دوت وبعد كده هندوس على التالي لو ما جابلكش الاختيارات ديت او ما عرضش عليك ايميلات تختار منها ايميل انت هتكتب اي اسم كده هوت بالانجليزي وهيبدأ ان هو يعرض لك حسابات زي ما انتم شفتوا كده هوت وتختار منهم واحد بعد كده هتكتب هنا كلمة المرور اي كلمة مرور انت عايز تكتبها هتكتبها تكون حروف وارقام وبعد كده هتدوس على التالي بعد ما هتدوس على التالي هتظهر معاك الصفحة ديت الصفحة ديت مهمة جدا لو انت دست على موافق هنا هيطلب منك رقم تليفون ساعب منو انت مسلا ساحب دلوقتي من كوريا فلازم يكون الرقم دوت رقم كوري او مسلا لو انت ساعب من اليابان لا يبقى لازم رقم دوت يكون ياباني فاحنا طبعا مش فتدوس على تخطي لو دست على موافق inanه يبقى كده الحساب دوت مش هينفع لانت تحمل من عليه بابجل كوريا بعد ما ردوس على تخطي هيزهر لك دوت اسم الحساب وهو تلي احنا انشاءناه بعد كده هتدوس على التالي بعد ما هتدوس على التالي هتظهر معاك صفحة الموافقة ديت هتدوس على الموافقة بعد كده هيبدأ يفتح معاك المتجر بشكل سليم بعد ما يفتح كده معاك المتجر هتطير المتجر دوت خالص كده واتطير التطبيق بتاع جوجل بليه هتطيره كده من الخلفية بعدين ترجع تفتحه تاني علشان يفتح معانا على سيرفر كوريا أو مثلا اليابان زي ما انتوا شايفين هو تفتح معانا هتدوس برضو على الاسم اللي فوق دوت او الصورة اللي موجودة فوق دي هتدوس عليها وحتدوس تاني على سهم تحت الزغير دوت هتختار الحساب اللي انت لسه انشقته دلوقتي اللي هو احمد جراند اهو لسه انشقناه الحساب دوت هندوس عليه كده بعد كده هندوس على كبول هيبدأ كده يفتح لنا المتجر الكوري زي ما انتوا شايفين حتى الاعلانات اللي جات فوق هي تجاية باللغة الكورية أو باللغة اليابانية على حسب السيرفر اللي انت هتختاره في ال VBN بعد كده هندخل على السيرج هنا من فوق ونكتب فيه PUBG هتظهر معانا هي ببجي موبايل مش هندوس على ببجي موبايل ديت هنعمل سيرج على ببجي بس اللي احنا كتبناها فوق ديت هتظهر معانا اول واحدة هي ببجي الكورية هي هندوس عليها كده وكده انت تقدر اللي انت تحمل ببجي الكورية من داخل متجر جوجل بليه هنرجع كده تاني ما تحملش ما تدص على تثبيت دلوقتي هتطلع كده من المتجر وهتروح على برنامج ال VBN هتقفل كده الاتصال بتاع ال VBN وبعدين هترجع تاني على المتجر هنا هتبدأ اللي انت تثبت ببجي الكورية عادي ما فيهاش اي مشكلة وديت باخر اصدار اوت زي ما انتوا شايفين ديت احدث حاجة اللي هي مود الفرعون ايه احدث مود نازل اوت اللي هو مود الفرعون وكل التحديثات اللي هي جديدة موجودة هي في داخل لعبة ببجي الكورية هتسبق كده تحمل معاكو بعد ما تحمل اللعبة هنبدأ اللي احنا هنفتح اللعبة قدامكم علشان برضو نسجل الدخول عشان لو بتوجهك مشكلة في تسجيل الدخول هنحلها مع بعض من خلال الفيديو ده بعد انتهاء تحميل ببجي الكورية هندوس على تشغيل هنبدأ كده اللي احنا نشغل لعبة ببجي الكورية على جهاز الاندوريت وحوريكم دلوقتي انت تقدر ان انت تسجل الدخول عادي ما فيهش مشكلة ولو انت وقفت معاك في اي خطوة من الخطوات دي هتبعتلي في التعليقات وانا هتابع معاك خطوة بخطوة لحد ما تنزل اللعبة عندك على جهازك الاندوريت وكمان تسجل الدخول عليها وتبدأ ان انت تلعب باللعبة داخل جهاز الاندوريت هندوس على سماح وهتبدأ كده اللعبة ان هي تنزل معانا ما فيهش اي مشكلة هيبدأ ان هو يحمل موارد اللعبة هنسيه بالتحميل ده وتتم الاخر لحد ما اللعبة تفتح معانا بعد ما اللعبة كده حملت الموارد بتاعتها هندوس هنا على العلامتين دولة وحنوافق على الكل كده بعد ما هتدوس على العلامتين كده وتوافق هتختار من هنا الحساب اللي انت عايز تسجل به لو انت عامل حساب بتاعك في بابج الكورية على الفيسبوك هتدوس على الفيسبوك كده وته هتبدأ اللي انت سجل الدخول من خلال الفيسبوك لو انت عامل الحساب بتاعك ده على جوجل للالعاب هتدوس على بليه جيمز ديت زي ما انتوا شايفين كده هتتبدأ اللي هتسجلك الدخول على الحساب بتاعك في بابج الكورية على جوجل بليه او لو مثلا انت عامله على تويتر انا عامل حساب بتاعي دوت على تويتر هتسجل الدخول برضو من على تويتر هنختار مثلا كده تويتر هيبدأ كده ان هو ينقن على صفحة تويتر اللي احنا نسجل الدخول في صفحة تويتر هنسجل كده الدخول اهوة قدامكم بعد ما بتكتب كده الايميل وكلمة السر في تويتر هتدوس على اقطاء الصلاحية للتطبيق هيبدأ كده ان هو يفتح معاك لعبة بابج الكورية على الحساب بتاعك اللي انت مسجل به قبل كده على تويتر لو ما سجلش معاك الدخول وما فتحتش معاك اللعبة وجابلك خطأ يبقى انت كده نسيت مثلا الحساب اللي انت مسجل به على بابج الكورية غير كده بابج الكورية هتفتح معاك ما فيهاش اي مشكلة زي ما انتوا شايفين هتبدأ ان هي هتحمل هنسيبه التحميل دوت يتم للاخر كده بعد ما حملت معاها ايه اتفتحت ايه ما فيهاش اي مشكلة هنفتح كده اللعبة هنبدأ اللي احنا ندخل على اللعبة من جوه كده هنقفل كل دوت زي ما انتوا شايفين ايهات فتحت اللعبة وشغالة معنا والخرايط هتبدأ اللي هي تنزل معاك وكل موارد اللعبة هنبدأوا ان هم ينزلوا معاك بشكل طبيعي جدا ما فيهاش اي مشكلة زي ما اقولت لكم انتوا لو مسلا ما اسجلتش الدخول معاك اعمل حساب جديد عليها وادخل من اول وجديد على حساب جديد يبقى انت كده نسيت حاجة في الحساب القديم بتاعك دوت مش قادر اللي انت تدخل تاني على الحساب دوت زي ما انتوا شايفين كل اللبسات ايهات بتنزل ولو عندك مشكلة قبلتك مثلا وانت بتحمل الموارد بتاعة لعبة بابجي الكورية والعداد اللي فوق دوت بتاعة التنزيلات دوت ما عدش معاك دوت هسيب لك برضو شرح تحت الفيديو دوت هتقدر من خلاله لانت تحل مشكلة تعزر التحميل او تعزر تحميل الخرائط في لعبة بابجي موبايل او بابجي الكورية لو دخلنا كده على المود اهوت هنلاقي المود الجديد نازل اهوت مود الفرعون نازل اهوت عندنا موجود هتحمل بقى انت الخرائط ديت كلها هتنزلها عندك على جهاز الاندرويد وهتبدأ اللي انت تلعب اللعبة ما فياش اي مشكلة بس زي ما قلتلكم كده اوات في اول الفيديو اللي انت تحمل لعبة بابجي الكورية ديت على موبايل وتشاهد الفيديو دوت وتنفز الخطوات على الموبايل اللي انت عايز تنزل عليه بابجي الكورية تشاهد الفيديو دوت من موبايل تاني مش من نفس الموبايل وبكده هتكون قدرت ان انت تنزل لعبة بابجو الكورية عندك على جهاز الاندرويد وتلعب بيها وتستخدمها ما فيهاش اي مشكلة لو عجبك الفيديو واستفدت منه اريد تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي